ودائما موضوع التربية وحاضر بقوة ببرنامج نعبر صباح الخير دائما نقول الأولاد هم مرآة لسلوك وطباع الوالدين أي فعل أو ردة فعل تترك أثرا على شخصية الطفل وعلى سلوكه البعض يعتقد أن الطفل ينسى أو أن الطفل لا يميز بين الكذب والصدق وهذا الكلام غير صحيح يستطيع الطفل فعلا تقييم المواقف وهو يكتسب من الوالدين القيم والأخلاق ويكتسب أيضا العادات أكيد الخاطئة والعادات الجيدة أكيد شيرين بالإضافة لشيء اللي ذكرتي استخدام الصوت العالي والتوتر الدائم واليومي إلو تأثير سلبي بتكوين شخصية الطفل لا شك أكيد عم نمر بظروف وحالات نفسية صعبة لأن ضبط النفس ومحاولة التوازن تحديدا أمام الأطفال هي مسؤولية وواجب علينا اليوم رح نتحدث عن سلوك الأهل وتأثيره بتكوين شخصية الطفل معنا بالاستوديو الدكتورة مريهانة كلاش ترجمة نانسي قنقر